السلام عليكم ضيف جميل خفيف الظل رغم انه يستوطن امعائك من لحظة الولادة حتى الممات انها البكتيريا النافعة بكتيريا ونافعة نعم والله يا دكتور كلام يمكن اول مرة نسمع فيه نعم بكتيريا بل هي بالملايين جيش جرار بيستوطن جسمك من البكتيريا مش بس موجودة في الامعاء وين موجودة موجودة في الجلد وعلى سطح الجلد وموجودة في الفم يعني تخيل في الفم في اكتر من 700 نوع من البكتيريا النافعة اللي بتستوطن تجويه في الفم 700 نوع نعم 700 نوع كيف تنشأ هذه البكتيريا حقيقة هذه البكتيريا بتنشأ من لحظة الولادة الطبيعية طب معنى ذلك اللي بينولد قيصرية الطفل اللي بينولد ولادة قيصرية ما بتكون عنده بكتيريا نافعة لا بتكون عنده بكتيريا نافعة ولكن البكتيريا اللي عنده بتختلف في نوعها عن الطفل اللي انولد ولادة طبيعية واللي مر من القناة اي قناة الولادة بشكل طبيعي كمان الست اللي بترضع منها رضاعة طبيعية البكتيريا اللي عنده تختلف عن اللي رضع رضاعة اصطناعية حليب اصطناعي كمان الانواع بتختلف صحيح اليوم في بعض انواع الحليب الاصطناعي مدعمة بتلك البكتيريا وهذا شيء جيد ولكنها تختلف كثيرا في دورها يعني نسمع كتير احنا دائما مناعة الطفل والله ضعيفة لانه ما رضع من امه بشكل جيد ما هي هذه البكتيريا وايش دورها في اجسامنا وكيف ممكن ننميها ونحافظ عليها هذا اللي بنعرفه في الحلقة خفيفة المعلومات وفي نفس الوقت اهمية كبيرة لهذه المعلومات اول شيء البكتيريا النافعة قلنا بتستوطن الامعاء لكن اي جزء من الامعاء الامعاء الغليظة اللي هي اخر جزء في الامعاء طبعا والامعاء الغليظة لها علاقة وطيدة بالاخراج بعملية تنظيف القولون اليوم كتير من الناس بيجي بقول يا دكتور والله بعاني من الامساك بعاني من نوبات متكررة امساك على اسهال على طول احنا بنقول له والله هذه اعراض من اعراض متلازمة القولون العصبي طيب احنا ما بنسأله بنقول له كيف طبيعة اكلك وكيف طبيعة غذائك وما فيش مقياس عنا نقول له والله شو قديش عدد البكتيريا النافعة بالمليارات في الامعاء ما هياش عدد عشرة وعشرين لا اعدادها كبيرة لكن انا كانسان الاصل انه لما بيجيني ضيف لازم اكرمه لازم اهتم فيه لازم اوفر له مكان يستوطن وينام فيه بشكل كويس ولازم اكرمه بالغذاء هكذا احنا عاداتنا العربية الجميل هيك بنعمل كذلك الامر البكتيريا علاقة منفعة متبادلة مش بس منفعة علاقة احترام متبادل كديش بتكرمها وبتعزها وهي في امعائك كديش بتعطيك كديش بتدافع عنك كديش بتحسن المناعة كديش بتزبط القولون عندك مش بس القولون كديش بتزبط دماغك الدماغ شو علاقة البكتيريا بكتيريا وعلاقتها بالدماغ معظم النواقل العصبية وعلى رأسها الناقل العصبي المشهور السيروتونين اللي احنا بنقول عنه هرمون السعادة السيروتونين والدوبامين كلهم هدولة وين بتكونوا بتكونوا في الامعاء بفضل هذه البكتيريا البكتيريا النافعة اللي هي بالمليارات طيب مش بس هيك هرمون الغدة الدرقية الناس اللي بعانوا من خمول او كسل الغدة الدرقية احنا اول ما بنفكر الا في الغدة من هان بنقول له الغدة والله فيها مشكلة طب هل تعلم انه التحويل عملية تحويل الهرمون من الحالة الخاملة الى الحالة النشطة صحيح جزء كبير بتم في الكبد ولكن جزء اقل من الجزء الكبير هذا وين بتم بفضل وجود البكتيريا النافعة يعني اذا عندك خمول في الغدة الدرقية ايضا قد تكون البكتيريا النافعة هي السبب اذا انا كيف بقدر انمي هذه البكتيريا لكن قبل ما بدي انميها وبدي احافظ عليها وبدي اكرمها لازم اعرف شو هي الحاجات اللي بتضرها وشو الحاجات اللي بتقتلها اول شيء بقتلها وبيدمرها وبأيدينا بنسويه هو استخدام المضادات الحيوية المضاد الحيوي لما انت بتطلبه للأسف من الدكتور الفلاني او من الصيدة اعطيني يا دكتور مضاد عندي انفلاونزا ياخي الانفلاونزا هي مشكلة فيروسية لا يعمل معها المضاد انت تهلك تلك البكتيريا حتى لو عندك بكتيريا التهاب بكتيري فان المضاد اللي بتاخده اللي مكتوب عليه واسع المجال مضاد واسع المجال هو هو كاتب لك عليه انه واسع المجال بمعنى انه سيقتل كل انواع البكتيريا الموجودة في جسمك وبالتالي انت تدمر البكتيريا النافعة مع البكتيريا لكن الكارثة إذا كان عندك إيش إنفلوانزا ومشكلة فيروسية وبتطلب لها مضاد حيوي والملام هنا المريض والدكتور اللي بيساعد المريض إذا كتب إله على ما يوافق هواه بدي مضاد حيوي لا لا يجوز إنك تاخد مضاد حيوي لالتهاب فيروسي أول شيء بيدمرها هي المضادات الحيوية تاني شيء اللي بيدمرها هو الأرق وقلة النوم طبعا قلة النوم والأرق أسبابها كتيرة لكن اللي بينام كويس البكتيريا النافع عنده كويس طيب تالت شيء البكتيريا النافعة تتأثر بنوع الغذاء اللي بناكله إحنا يعني أنا بأكل غذاء جيد بتكون جيد شو الغذاء الجيد اللي أنا ممكن أتناوله كل شيء طبيعي كل شيء رباني خضرة فاكهة ألياف كلها هذه تمام لكن أنا بأخذ محليات صناعية بألجأ للأكل للزيوت والأطعمة المقلية بالزيوت المهدرجة هذه هي دمار وكبير جد يعني دمار شامل للبكتيريا النافعة بدنا نميز قبل ما نخش على أو يعني نقول والله كيف أنا ممكن أنميها وشو هي الأطعمة والأدوية والحاجات اللي بدأ أخذها عشان تنمي هذه البكتيريا في مصطلحين كتير الناس يعني بصير فيهم خلط شو هم المصطلحين؟ لما نقول إحنا المايكروبيوم المايكروبيوم بتعني كل الكائنات الحية الدقيقة اللي موجودة داخل أمعائك سواء كانت فطريات أو كانت بكتيريا طيب شو هي البروبيوتك؟ البروبيوتك هي نفسها البكتيريا النافعة طيب شو هو البريبيوتك؟ البري معناته ما قبل معناته هو الغذاء الذي يغذي هذه البكتيريا هدول ثلاث مصطلحات مهمة في عنا بريبيوتك في عنا بروبيوتك في عنا مايكروبيوم أو اللي بقولوا عنها الكائنات الحية بشكل عام هذا لازم نعرفه والآن يعني هأسرد لكم هيك في عجالة حتى ما تملوا أنا عارف الملل سمة وفي الفيديو السابق حكينا عن الدوبامين كيف بيخلي نقصه بيخلي عندك حالة من الملل ما هي الأغذية اللي بتساهم بشكل فعال جدا في نمو؟ مش بس النمو والحفاظ على النوع البكتيريا هده مش بدي أعداد منها بدي كمان نوع جيد نوعي كويس لأنه كل الأنواع تختلف من شخص إلى آخر وتختلف من إنسان بياكل أكل صحي واحد ما بياكل أكل صحي عند إنسان بنامي كويس والتاني ما بنامشي كويس هذه الأكلات أو هذه الأطعمة اللي بتحسن أول شيء هي الأطعمة الغنية بالألياف ليش الألياف؟ الألياف صعبة تلهضم صعبة ما بتنهضم كويس الألياف وبتنزل على القولون في حالة غير مهضومة مين اللي بيكيف عليها اللي بيستلمها واللي يعني يتلذذ عليها هي البكتيريا النافعة مش بس هيك كمان بتنتج لي منها مين؟ بتنتج لي منها نواقل أو أحماض دهنية جسمك بيستفيد منها من هذه الأحماض الدهنية من هذه الألياف بفضل مين؟ البكتيريا النافعة اللي موجودة في القولون طيب طيب وين الألياف موجودة؟ الألياف موجودة في كل أنواع الخضار والفاكة لكن موجودة في المكسرات في الحبوب الكاملة اللي هي فيها القشور بتكون تبعين هذه بتكون مليانة وغنية بالأليار طيب في حاجة تانية موجودة فيها البكتيريا النافعة وكلنا بنتناولها وبنعتقد أنه هذه آه والله فيها كتير بكتيريا اللي هي الألبان مش كل الألبان إياك تعتقد أنه الألبان اللي بنشتريها العلب هادي اللبن سواء كان اللبن العادي أو اللبن الجامد شوية هذا آه بكون هو غير لا 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 هذا بتحتوي على أنواع من البكتيريا ما هياش نافعة ما هياش نافعة كتير هي غير مضرة صحيح لكن ما بتنفعك ليش؟ لأنه الألبان هادي تعرضت للبسترة وللحرارة وما فيها لكن في أنواع من الألبان زي لبن الكفير لبن الكفير هادي الناس اللي درسوا في الدول الشرقية بيعرفوا شو هو الكفير الكفير هذا بيحتوي على فطر الكفير وهذا الفطر يعني فطريات نافعة مفيدة جدا للقلون بالذات إذا كنت تعاني من الإمساك في حالات أو ما يعرب القلون العصبي بيساعد جدا جدا وبيريح كتير لبن الكفير في بعض الأنواع الألبان اللي بتكون إيش مدعمة بتكون مدعمة بهذه البكتيريا وهذا حقيقة شيء جيد جدا أكتر شيء بالمناسبة بيئذي البكتيريا هو التدخين فعلى المدخنين أن يتوقفوا فورا عن التدخين عشان ما يقتل البكتيريا البكتيريا هادي مفيدة إلك للعلم البكتيريا بتحسن مين بتحسن المزاج مزاجك إذا بده يكون رائق كتير من الناس بيسموا الأمعاء أو الجهاز الهضمي الدماغ الثاني يعني أنت دماغك هذا إذا كان مش مزبوط والدماغ الثاني إن زبط الثاني بيأثر عليه بيقوله إحنا صحاب إحنا حبايب البكتيريا النافعة بتساعد بشكل كبير في ضبط المزاج في ضبط المزاج وإذا نضبط مزاجك كل حياتك بتنضبط كلها كلها ما بدناش نفسر كل حياتك بتنضبط طيب الآن آخر شيء هل ممكن أنا أحصل على هذه البكتيريا النافعة كعلاج كمكمل كابسولات نقط شراب نعم كله موجود ويباع وغير ضار بشكل عام إلا مع الناس اللي عندهم مشاكل في الأمراض المناعية مشاكل في المناعة عفوا مشاكل في المناعة بالعكس هي مفيدة لمن يعانون من الأمراض المناعية كالذئب الحمراء والروماتويد والروماتيزم وكل الأمراض المناعية لكن اليوم في كابسولات موجودة بقولوا عنها إيش بروبيوتك وفي إيش بريبيوتك إذا كان مكتوب عليها بريبيوتك فأنت بتاخد غذاء بيساعد البكتيريا اللي عندك إنها تتنشنش تتنشنش هذا مصطلح هيك إحنا بنقوله يعني بمعنى إنه هي تنبسط عليه غذاء غذاء مفضل إلها طيب إذا كان عندها إذا كنت بتاخد بروبيوتك فأنت بتاخد البكتيريا نفسها لكن اللي بدأ أكد عليه ودائما هذا رأيي طول عمري بأقول هيك إنه أي شيء بتاخده شيء طبيعي هو أفضل بكثير من شيء بتاخده إيش مصنع البكتيريا الموجودة المصنع على شكل كابسولات رائعة جدا ومفيدة جدا وفي منها نقط وتلزم لللي عمره يوم واللي عمره مئة سنة يعني كلنا في احتياج هذه البكتيريا إذا كنا لا نضبط طعامنا بشكل جيد ونومنا بشكل جيد وأنا بعاني من أعراض القلون اللي مش قادر أتخلص منها لكن إذا بدك تشتريها حاول تشتريها إرخيصة الثمن ما تشتريهاش شوية تكون غالية فيه أنواع غالية ليش أنا بقول لك لأنه لازم تستمر عليها فترة طويلة واللي بستمر على شيء فترة طويلة يعني قد تزيد عن المائة يوم ثلاث شهور وعشر أيام عشان تجيب نتيجة ما تقوليش والله أخدت كابسولة بروبيوتك ما شعرت بتحسن عشان تشعر بتحسن بدك قديش بدك مائة يوم على الأقل وبالذات يعني إذا كنت بتتناول مضضبات حيوية يجب عليك تناول تلك الكابسولات اللي بتحتوي على لبروبيوتك أو لبريبيوتك اللي هو غذاء تلك البكتيريا أعتقد أنه يعني فيه عجالة هيك الموضوع شيق والموضوع بيستحق الإهتمام لا تبخلوا بمشاركة هذه الحلقة لأنه كتير من الناس حقيقة فيه احتياج لكل معلومة حكيناها وذكرناها أتمنى لكم السلامة جميعا وإن شاء الله ما تشوفوا شر ودائما القلون يكون كويس والمزاج يكون في أحسن أحواله تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة